اليوم الأستاذ الدكتور علي المؤيد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات الموقرة أشاد بالدور الوطني والإعلامي لقناة الفلوجة الفضائية وحي إدارتها وكافة كوادرها الصحفية والإعلامية والهندسية والفنية مؤكدا في رسالة منه بأن قناة الفلوجة تتميز برسالتها الإعلامية وحرصها الوطني المشهود في التعبير عن هواجس أبناء شعبنا العراقي الكريم والوقوف مع الدولة العراقية ممثلة بمجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس الوزراء محمد شاع السوداني وكافة مؤسسات الدولة بالدعم والإسناد وإيصال المعلومة الصحيحة إلى كل أبناء شعبنا العراقي الكريم ومن جهته أيضا فإن الأستاذ الدكتور علي المؤيد المحترم رئيس هيئة الإعلام والاتصالات الموقرة بارك العمل على إطلاق الموسم الثاني من برنامج ستوديو 12 من على شاشة قناة الفلوجة في ليالي شهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى وحقيقة ردا على هذه الرسالة الكريمة من الأستاذ الدكتور علي المؤيد المحترم رئيس هيئة الإعلام والاتصالات الموقرة نقول بأن قناة الفلوجة الفضائية وعملها الدؤوب وهذا ما شهدناه نحن يعني أنا صوتكم وخادمكم يعني أنا لا أعمل في قناة لا تحمل رسالة وطنية وغير واضحة المعالم فالفلوجة برسالتها واضحة الهدف والمسعى